ماذا سيأتي به الحزب بالنسبة للحياة السياسية المغربية؟ 2011 كان هذا السؤال ماذا سيكون الجديد؟ فكنا نتحدث عن أنه دائما الجديد فيه أشياء فيه عناصر تغيير وسيكون المشهد مختلف عن ما سبق ثم أنذاك كان يبدو لنا بأن حزب العدالة والتنمية سيأتي بأخلاق بالجانب الأخلاقي بقوة في تلك السنوات كنا نشتكي من عدة مظاير الفساد وحتى كلمة الفساد كانت عندها حمولة قوية فمن هذا الناحية ثم سنرى فيما يتعلق بالتدبير التدبير مفتوح الأذى كذلك ولعل المرحلة التي بدأت في 2012 كانت مرحلة مليئة بأحداث إقليمية وعالمية كان هذا هو التصور بعد كل هذه السنوات هناك عدة مراحلات ولكن في إطار المداخلة والزمن المتاح لنا في هذا النقاش سأكتفي بخمسة نقاط المسألة اللولى تتعلق بالنشآت نشآت جمع نشآت حزب العدالة والتنمية لن أكرر هنا تاريخ الولادات تاريخ النشآة الأولى من أين آتوا المؤسسين الماضي الجمعوي الذي سبق ولادة الحزب وفي نهاية المطاف الاختيار الذي ساد وهو يتعلق بالعمل من داخل العمل الشرعي ونحن نعرف بأن هناك فصائل أخرى عرفت نفس المصر حيث انتهى بهالأمر إلى اختيار بشكل واضح العمل من الداخل العمل الشرعي كما قلت لن أعيد تاريخ نشآة الحزب ولكن له مكانته حتى في الوضعية الحالية هذا تنوع تنوع المصادر الحزب الشابيب الإسلامية الخروج من الشابيب الإسلامية الإصلاحه الجديد رابطة المستقبل الإسلامي تعقيدات مصار البحث عن مصار حزبي محاولات الأولى محاولة تأسيس حزب الجديد الوطني الوثنمية إخواني بعد الوثنمية يعرفونه جيدا لا أحتاج الوقوف عنده ثم محاولة الدخول إلى حزب الاستقلال وبعد ذلك وكذلك إلى الاتحاد الوطني عبد الله إبراهيم قوة الشابية ثم الخطيب ثم الشورى والاستقلال والخطيب يبدو بأن الخطيب كان هو المحطة الحاسمة فتأسيس حزب خاص كان الإشكالية وعش نأسه حزب خاص أو المخيرات في حزب موجود وإلى هذا الشيء كله استحال كان كذلك حاضر في النقاش الذي كنت أتابعه عن طريق أصدقاء تكون مجموعة ضغط إذا استحال التأسيس حزب خاص بهذا والمخيرات في حزب موجود تكون مجموعة ضغط والتحصين في هذا التباس كان هناك في اللول التباس أنا في رأيي يمكن خطأ كان هناك غموض في الأهداف هل يجب أن ينكب الحزب على حماية الدعوة وظيفة الحزب هل هي حماية المناظرين في إطار تنظيمي داس طبيعة حزبية أو الانخراط في تصور دعوي هذا السؤال لول السؤال الثاني خلق حزب يمارسه الصراع السياسي كما تمارس بشكل جاري المكونات الأصلية تنوع المكونات الأصلية يعني المصدر الأول من الجمعيات إلى تعاقب الأجيال هذه كنت نسوها بأنه في ثلاثين عام أمراقين أجيال أجيال داخل داخل الحزب تغيير الجيل داخل الحزب سائد هذا حضور هذا الأهداف باستمرار هذه كلها طبعا تفسير بعض تضاربات تصريحات تعدد المكونات تباين الأصوات هذا من الخارج هكذا تبدو كان هناك ليس بالحدة التي عرفتها أحزاب أخرى قد في حدود نسبيا كانت قدرة على أرغم هذا تعدد بعض التباينات عندي أمثلة طبعا أعتبر أعتبر في حينه من طرف البعض من ينتقدون حزب العدلات والتنمية أنا ذاك أعتبر بأن هذا توزيع الأدوار ولكن في الحقيقة أنا في رأيي كانت خلافات تصورية ذات أسس في الغالب الفقهية وتتراجع هذه الاختلافات حتى التقدم أو الانتصار مثلا في انتخابات تتراجع وتطفو إلى الواجهة في المواقف الحاسمة عندما مثلا عند إبعاد سي بن كيران في ستشور بعد تعين ك هذا هذه النقطة اللولى التي تتيرني وأنا أدرس لمصار حزب العدلات والتنمية مقارنة ب مختلف الفعاليات السياسية الموجودة إلى حدود اليوم المسألة الثانية تتعلق بعلاقة الحزب بالشكل الجمعوي هذه الإشكالية جد بالشكل بالإطار الجمعوي الإطار الجمعوي يعني الإصلاح وتوحيد هل الحزب فرع يغطي المجال السياسي بينما العمل الدعوي له عدة مجالات تقافي الاقتصادي إلى آخره كل مجالات الأخرى من خلال مصار حزب العدالة والتنمية في علاقته بالجمعية تبرز ثلاثة أشكال من العلاقة العلاقة اللولة التباية معروف بأن الحركة الوطنية كان لها في هذا الباب مصار خاص وهو الحزب يخلق الجمعيات معروف هذه معادلة الحزب يخلق الجمعيات وهنا نوجد بأن الجمعية خلقت الحزب الجمعية في واحد ما اضطت الجمعيات ثم الجمعية خلقت الحزب كانت عندي واحد المناقشة في ذلك الوقت في شي مؤتمر العدل والثنية مع واحد الأخ قال لي حزب الجمعية إذا تقدر تصاب حزب أخر أو حزاب أخرى وهذه ترتني المعتاد هو الحزب يخلق جمعيات موازية وتسمى جمعيات الموازية وتمتتل لتوجيهات الحزب الحزب يخلق جمعيات وهذه دول القانون هنا حالة فريدة الحزب تابع للتنظيم الأم وهذه خاصية كانت هذه العلاقات تباية ولكن خلقت مشاكل وبدأ النقاش حول التمايز بين الدعوي والسياسي من جهازين أولا يبدو بأن الدولة كانت تلح على أنه إذا كان حزب دات مرجعية إسلامية يخص يدير السياسة ويخلي الدعوة لمست ذلك من خلال نقاشات هذه المرحلة الدولة من جاء ولكن داخل الحزب كذلك كان هناك نقاش حول التمييز بين الاثنين وكان سعد الدين العثماني كان ناول ورقة فيها توصي الحزب ودف الاتجاه دي التمييز ولكن التمييز لم يمنع من التدخل لم يمنع ما بين التدخل بين البعدين مشاكل شأن ديني انعكست على الجانب السياسي أصبحت العلاقة في مراحل معينة على المحك إلى حدود اليوم أظن بأنه في 2012 قد ذكره التوصي القرار البيان البيان للإصلاح والتوحيد حول مالي حول تدخل حول مالي قضايا التعليم والتطبيع كذلك يبدو لأن الحركة بدأت تبتعد بل أفترض هذه فردية أفترض بأنها حتى وصلات الحد قريب من جميد جميد العلاقة مع الحزب كيف يمكن تفسير نتائج انتخابات 2021 إذا ما دخلنا كذلك هذا العنصر جزئيا جزء من تفسيري لنتائج انتخابات 2021 أظن يكمن في هذه النقطة هذه الفصل بين الاثنين كبين هو توجه الذي قد يشهد منطقيا هو بدأ الفصل بدرجات بجرعات وكأنه يتأكد تدريجيا السؤال هو هذا الاتجاه نحو فصل نهائي سيتم تتبيته وتعميقه كان نعرف النموذج الديمقراطية المسيحية في أوروبا الأحزاب التي كانت في البدايات تعلن عن مرجعيتها وعلى الأرضية الدينية اليوم اليوم نبحث لم يكن لقوا لقوا هذا لم يكن يذكرها لم يكن يضعها في الواجهة في إيطاليا في ألمانيا إلى آخره الناس عارفين الموقع الإيديولوجي المرجعية ولكن هذا الهوية الدينية ماشي هي الواجهة إذن كان هذا الفرد هذا الإمكانية اليوم يبدو بأنه كان نتروح هذا الإشكال هذا ثلاثة ألف نجوج قبل بعدها في سبتمبر أحداث تسعود تسعود 11 تسعود 11 سبتمبر 2001 و مايو 16 مايو 2003 أعطت لي الدولة إمكانية تحجيم الحزب وعملين نزع الشرعية عن الحزب اتهامات الإشاعات الكلام حول ممارسة الحزب إلى آخره جاء تأسيس حزب العذلة الأصالة والمعاصرة بدأت تصير 2007 2008 ثم نشأت الحزب و بدأت المواجهة هما الإخوان للأصالة والمعاصرة طرحوا كشعار كهدف أساسي مواجهة الإسلاميين وبينهم الوحيدين لأنهم هذه الإمكانية دي المواجهة الإسلاميين وبين الأحزاب الأخرى توفات ولا شبه متوفية وما عندهش القدرة على ذلك فهما يقوموا بهذا إذكروا المدخلة اللي كانت في التلفزة أنا ذاك وأخبر الحزب بأن له حق الرد سي اللي كان مش جاوب في دوزة بسي الرباح ولم يكن هناك رضا على قوة قوة الرد إلا تذكرت بزيان لم يكن هناك واته لسي بن كيران هذه المهمة الخلاصة هي أن هذا المشهد هذا هذه اللحظة تم فيها تأكيد مشروعية المجتمعية الحزب كان في علم السياسة كان واحد المفهومين كورپوغاتيفيزم ديطار وكورپوغاتيفيزم ديسوسيتي الدولة تقدير تعطيك الوصل ديال التحرك وتعترف بيك وتخلير كمجال ديال بالشرط اللي كتشوفها ولي ممكن يكون إلا القانون وغالبا الأحزاب تأخذ هذا الوصل بالنسبة لها هو المفتاح للدخول للحياة السياسية وكين هناك الكورپوغاتيفيزم ديسوسيتي كذلك الأحزاب عندها عندها الوصل ولكن ما عنده ما مقبول في الساحة هذه المواجهة استرات هذه المسألة انتهت من ناحية المجتمع وهذه المواجهة تبتات الحزب ثم جاءت أحداث الربيع العربي عشرين فبراير دفعا الديمقراطية صحيح حزب العدل والتنمية لم ينزل إلى الشارع ومواقفه اشتغل في الإطار للنظام القائم تم تتبيت اختيار العمل في إطار الشرعية ومشروعية أدواره مع النظام هذا التحجيم دي البدايات انتهى في هذه المرحلة هذه هذه المواجهة عندها مكانة خاصة لأنها هي الدخول الرسمي والكامل إلى المشروعية المشروعية دي الدولة المشروعية المعصرفة دي الدولة والمشروعية دي المجتمع باقي مكونات المجتمع ما مدى نجاح الحزب في الاندماج انطلاقا من هذه النقطة في الاندماج في المشهد السياسي أنا ألاحظ أنه غير موجود في كل مؤسسات باستثناء البرلمان يعني المؤسسات تمتيلها كانش مثلا بحل حزاب أخرى حضور ما بين العمال والولاد رؤساء الجامعات المؤسسات العمومية الكتاب العامون المدرأ المركزيين بقوا في ذلك المرحلة الولاياتين ولكن غير انتهت الولاياتين وتم تغييرهم صحيح في المؤسسات التمتيلية كان خطة سعودي من تسعود أنا عقل على تسعود في أيام في بداية السنة الاربعتاش الاثنين واربعين الستة واربعين الميوجوج الميو خمسة وعشرين يعني رغم هذا التثبيت رغم هذا التثبيت رغم هذا التثبيت رغم هذا التثبيت الوصول يعني ورغم الوصول إلى رئاسة الحكومة بفعل الدستور ما يقتضيه بشكل علمي الدستور يبقى هذا المشكل يبقى حزب العدالة واتنمية حزب لا يشبه الأحزاب الأخرى الأحزاب التي أدمجت كان شي حواجه لكن ما عندهم ما عندهم نفس المكانة ونفس الأهمية رابعا 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 أن القوة التي تصل إلى الأمير الفردي أو الجماعي هذا الأمير هذا يتكلم على قوة الداتية يبني رسو يجمع الفلوس يجمع رجال يجمع إلى آخره يصعب الجيش تنظيمات العلاقات إلى آخره قوة الداتية المصار المصار الثاني حسب ماكيافيل هو الحظ السياسي الفورتونة التقاء ظروف مناسبة إلى آخره والثالث يعتمد على قوى الآخرين والربع الحيا المكر القتل الكذب إلى آخره تكيوصل لأهدف ديره هذا ربعا دي الله أنا كنظن بأنه كانت القوة الداتية كانت القوة الداتية بناء بناء التنظيم ولكن كذلك نوع دي الحظ السياسي أخطأ السلطة أخطأ حالة الفاعلين الآخرين الحالة دي الضعف دي الفاعلين الآخرين الضعف اللغادي يعني المتواصل أذاء دي الحزب المعصرة اللي ما كانش ما كانش مقنع واللي يعني تغلب عليها يعني تغلب المواجهة ولا يمكن أن ننسى السياق الإقليمي السياق الإقليمي تونس النهضة حزب النهضة مصر الأردن سوريا إلى أخير المد الإقليمي تاوكا إذن لأنه كان قوة ذاتها ولكن في نفس الوقت هناك كثير من العناصر لجمعات في ذلك المرحلة كيف يمكن أنه تكون استقلالية ومصار خاص ومصار خاص وبعيد على التأثير لا يمكن أن نطول كثير بسرعة اليوم الخريطة المجتمعية تغيرت وحتى التنظيمات تغيرت المخاطبين الأطراف الأخرى الموجودين في الساحات وكتبان هذه التنظيمات في أغلبها شاردة أرجو يدي القوى المجتمعية التي كانت تغدي تنظيمات السياسية تحولت تغيرت بشكل عميق مع التقافة السياسية مع القيم مع التطلعات مع السلوكات وعودت الدولة بقوة في سياق إقليمي ودولي مفتوح على جميع الاحتمالات هذا هو الإطار الجديد كيف سأل أنا ما ما جاوبتك لكن طه هل إشكالت لي كانت كيف سيتصرف حزب العدالة والتنمية فد فد مع هذه المعطاية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر